على كل ما تتعرض له المنطقة هيبقى مزعج وأتمنى أن لا يحدث هذا التصعيد في كل الأحوال لم تستطيع إسرائيل فرض إرادتها على العالم العربي والإسلامي لن يحدث لن يحدث لأن قدراتها وإمكانياتها لا تستطيع أن تتساوى مع الولايات المتحدة والولايات المتحدة لديها مسؤوليات تجاه العرب تجاه الإقليم تجاه العالم وهناك رسائل من روسيا ومن الصين تؤشر إلى يعني تصور أنت له الصين دي في سياق هذا التطور تصور أن الصين بدأت تتدخل بأسلوب أكثر كثافة يعني الصينيين مهتمين جدا بالعالم العربي وبالمنطقة نعم ويطالبوا الجامعة العربية ببناء أعمق العلاقات وأوثقها وتتعدد بشكل واضح جدا لكن ليست الصين موجودة في قلب نقاشات الشرق الأوسط مثلها مثل روسيا أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي فتصور لو هذه الصين موجودة موجودة بقوة الصين تتصرف وكأنها اليابان في الحتة دي تحديدا منطقة الشرق الأوسط اللي هي يعني لها مواقف أخلاقية مواقف مبادئ ولكن بالحزر موسيقى موسيقى موسيقى